نخش على تشكيله على طول هتقول تشكيله على اتنين اتنين هتقول تشكيلتين وخلي قبل اقول تشكيلين دول لعيبة اتفرجنا عليهم تم انتقاءهم دول مش كل اللعيبة احنا نقول دلوقتي 22 لعيبة يا كريم وعندنا قدهم يعني حاجة واربعين لعيب لكن احنا انطقينا اللعيبة اللي بتلعب في اندية لها اسمها او دوريات وتشارك باستمرار وتفرجنا عليهم وعارفين الكواليتي بتاعتهم يعني اللي جاية ده يا فندم يا سيد دول تشكيلتين للاعبين اصولهم مصرية ينفع يلعبوا لمنتخب مصر عملنا منهم تشكيلتين جاهزين هم يعني الراجل المدرب لمنتخب مصر سواء بقى نشيئين شباب اولمبي اول يبص على دول وياخد المركز اللي هو عايزه لما يشوفه اتفضل هنبتري في حراسة المرمى التشكيل الاول يلا هتقولنا يا جماعة التشكيل هنبتري في حراسة المرمى بمراوان صلاح اللعيب اللي انضم الباير ميونيخ في المعسكر الاعدادي اللي انتم انتقاه من اللعيبها كتير جدا حوالين العالم موجود حتى الان معا باير ميونيخ عندنا حرس في باير ميونيخ موليد الالفين واربعة موليد الالفين واربعة اللي عنده 18 سنة الزهري الايمن اللي كان ضيفك النهاردة كريم عبر سكايب نعيم ابو بكر زولت فارجم فرقة بتاعب في الدور الممتاز البلجيكي والنم اللي فريقها الاول موليد الالفين واربعة ظهير ايمن في مركز نعاني منه جدا صح قلب الدفاع محمد طلبة لعب بوخم اللي لعب السنة دي مباريات مع الفريق الاول لبوخم رغم انه عنده 18 سنة هاي مصطفى عصام لعب الغرفة قطري ولعب في المنتخب الاولمبي القطري موليد الالفين واربعة الزهري الايصر زياد الشيوي لعيب استوريا فيينا المساوي 18 سنة ايضا وسط الملعب مصطفى اشرب نهاردة موجود في معسكر منتخبنا للشباب نتمنى انه يفضل موجود ويتواجب باستمره حتى مع المنتخب الاولمبي لعيب عنده شخصية وقدرات كبيرة جدا مركز تمانيا في وسط الملعب كريم لعب بروسيا من شنجلات بخ عنده 18 سنة موليد الالفين واربعة نور الدين البحار موهبة كبيرة جدا في مركز البلايميكر لعيب كبير اوى كريم ان شاء الله بس ربنا يرجع من الاصابة بالسلامة بيلعب في نادي التحجدة السعودي وتم تصعيد ورغم زخم النجوم اللي موجود في نادي التحجدة المعسكر في العداد قبل ما يجيله ورباط صليبي مع الفريق الاول التحجدة عنده 18 سنة مركز الوسط المواجم عمر عبد المجيد بيلعب جناح ايصر هامبورج الالماني عبد الرحيم سليمان هيرتز ليلندورف الالماني موجود في معسكر منتخبنا للشباب ادم الشامي روزندال الهولندي موليد الالفين وخمسة واخيرا بلال مظهر موليد الالفين وثلاثة مهاجم فريق بناترايكوس وهداف دوري ابطال اوروبا للشباب عشان بس الناس تعرف تاني احنا قلنا معايير اختيارنا لكن كمان حطينا واحنا بنحط التشكلات دول لعيبة يصلحوا للانضمام لكل من من موليد الالفين وخمسة وانتنازل لمنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول اللعيبة اللي جاية دي من موليد الالفين وستة والالفين وسبعة دول يصلحوا للانضمام للمنتخب الناشئين والشباب والاولمبي والمنتخب الاول بسمناهم عمريا على دول يلا ناخد تشكيلة تانية تشكيلة اولى عندنا تشكيلتين يا ناس ممكن يلعبوا المنتخب مصر محدش يعرف عنهم حاجة شوفوهم، هاتوهم، خلصوا أوراقهم، ضموهم، واتفرجوا عليهم، وشوفوا اللي يصلح منهم، واشتغلوا معاه، وأكيد، أكيد، المعظم يصلح أنه على الأقل يتواجد في منتخبات الوراق يا فندم دا إحنا لو تلعنا بثلاث أو أربع لعبين ينفعوا لعب المنتخب مصري من تشكيلات دي كلها، يبقى إحنا عملنا إنجاز عظيم ورائع تصنيع جاهز، انت خدت لعب جاهز، ما تعبتش فيه هدية طبعا، تشكيل التاني جان لوكا موسكتلي، أخو ريكاردو موسكتلي، اللي كلمتك عنه في بداية الحلقة كريم اللي بلعب في مركز الزاهير الأيمن في جونوا، وخادت دوري مع فريق جونوا تحت 18 سنة في إيطاليا أخوه اسمه جان لوكا موسكتلي، مواليد لألفين وستة أخوه بقى هيجي في مركز الزاهير الأيمن ريكاردو موسكتلي جونوا، الإيطالي مواليد لألفين واربعة قلب الدفاع آدم طلبة، الأخ الأصغر لمحمد طلبة اللي كلمنا عليه في التشكيلة الأولى بيلعب برضو في بوخه من ألماني، جانبه بلال موسى، لعيب زفولة الهولندي مواليد ألفين وستة في الزاهير الأيصر، لعيبه ما خادش حقه معنا النهاردة، أو معاه أكتر من جنسية، أو معاه جنسية إنجليزية وجنسية نيجيرية وجنسية مصرية، لعيب كاميرون إسماعيل، لعيب بيلعب في أرسنال الإنجليزي وبالمناسبة في صورة أنا عارف أنه مش معانا النهاردة، ما أسعفناش الوقت أننا نحطها صورة لكاميرون إسماعيل مع محمد النني في الفترة اللي كان بيشتغل فيها محمد النني، وهو بيتآهل من الإصابة علشان يشتغل كاميرون إسماعيل كاميرون إسماعيل بيلعب في أرسنال مواليد 2006، لعيب بيلعب في أرسنال، وبعد شوية لعيب اللي بعده على طول بيلعب في ليفربول كريم أحمد وسط الملعب عندنا سيف أشرف، أخو مصطفى أشرف اللي في التشكيلة الأولى، لعيب وسط ملعب مواليد 2006 في بروسيا من شونجلات باخ، بيلعب جنبه تيبو جابريال هوفنهايم الألماني والانضم فعالية اللي منتخبنا موجود ينضم المنتخب 2006 ومنتخب 2003 إبراهيم حجازي لعب رايو فاركانو، أمير صلاح لعب أوتريخت، ومحمد هيسم بيلعب في الدور البرتغالي، وكريم أحمد أخيراً بيلعب في ليفربول الإنجليزي عندنا التشكيلة الثانية، تشكيلة الصغار في السن، مواليد 2006-2007، عندنا لعيب بيلعب في ليفربول، لعيب بيلعب في أرسنل عندنا لعيبة بتلعب في الدوري الألماني الأول في البونتسليجا، في بروسيا من شونجلات باخ، هوفنهايم، وهامبورج أتمنى، ولعيب بيلعب في جونوا، بيلعب في الدوري الإيطالي، أتمنى أن اللعيبة دي تاخد الرعاية الكافية يحصل معهم التواصل اللازم بالشكل اللازم تكلمنا نهارد على 22 لعيب، تاني يا كريم، وفي غيرهم ولعيبة جيدة عشان منبقاش ما نقتصر على ده لكن إحنا حاولنا إن إحنا ننطقي وننقح خياراتنا بشكل كبير وإداءنا نطلع على التشكيلتين دول في النهاية، الأمر مطروك للأجهزة الفنية والاتحاد الكرة المصري إنه يكون عندنا مجموعة من هؤلاء اللاعبين موجودين في منتخاب عاجم أنا بشكرك جداً نهارده إن انت فتحتنا الكنز ده عايزة أشكر كمان زمايلي إبراهيم جاد وإحمد عبد العالي اللي شاركونا في الملف ده النهارده بس ده كنز، والنهارده إحنا نورنا النور، ده دورنا إحنا عملنا إيه؟ بصراحة ما كانش مفوض يبقى دورنا كمان بس عادينا نورنا النور، الدور الأكبر على التحاد الكرة والأجهزة الفنية للمنتخبات الدور اللي أصلاً كان المفروض هم اللي يوردونا اللعيبة دي مش إحنا اللي نطلع نوره لهم، يعني مش نطلع نقول والله يا جماعة خدوا بصوا في لعيبة مصريين هم موجودين في أوروبا ده هم اللي يفاجئونا، واللولنا إحنا دورنا ولقنا لعيبين مصريين موجودين في أوروبا، ده اللي بيحصل في كل حتة في المنتخبات الأفريقية تحديدا